كتلة المستقبل تكرر رفضها بشدة الفراغ في المؤسسات الدستورية لأنه في حال حصوله سيحدث اختلالاً خطيراً في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة هذا ما أكدته الكتلة بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة رئيس فؤاد السانيورة إن الكتلة تأمل وتحض على بذل كل جهد ممكن من أجل أن يتم إنجاز قانون انتخاب جديد يحترم العيش المشترك ويعزز فكرة المواطنة ويكون منسجماً مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف بما يجعل من الممكن الانطلاق نحو الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية القادمة التي وعند إنجازها سوف تسمح بتجديد الحياة السياسية في البلاد وفضلاً عن كونها تسهم في إعادة إنعاش حيوية النظام اللبناني كتلة المستقبل جددت استنكارها وإدانتها الشديدين للجريمة الإرهابية المروعة التي تعرض لها مواطنون مصريون أقباط في محافظة المينيا في مصر كما توجهت بالدحية إلى الأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون الاحتلال ولمناسبة حلول ذكرى الخمسين لاحتلال مدينة القدس شددت الكتلة على أهمية العودة إلى احترام مناهج وكتب التاريخ والجغرافية في لبنان لمنطلقات وأسس القضية الفلسطينية اشتركوا في القناة